ومشاهدين مستكملين الحديث حول ملتقى الطلاب الدولي للإعلام والذي كان تحت شعار نحو إعلام هادف ومعنى للحديث حوله الأستاذ أيوب سالم من ملتقى الطلاب الدولي للإعلام وأهلا بك أستاذ أيوب أهلا بك أستاذ أهلا أهلا بك أستاذ صباحك أعطينا لوحة عمهك عن الملتقى كنا شاهدنا في التقرير هذا الملتقى الذي يجمع الشباب المهتم في مجال الإعلام إلى ماذا كان يهدف هذا الملتقى أول شيء أريد شكر خاص لقناة دار الإيمان لتغطيتها هذا الحدث الإعلامي المتميز والتي دائما تكون في صف الإعلام الهادف الذي كان شعار هذا الملتقى الأول الذي أقيم في مدينة إسطنبول في السابع والثامن شهر نيسان الحمد لله كانت أصداء جيدة جدا خصوصا في الصحافة التركية التي لقت إقبال وتغطية شاملة للموضوع خصوصا في اليوم الأول الذي كانت جلسة مع مدير وكالة العنضول ومدير بصني عيناء في بديد إسطنبول وكانت تبدل تجارب وبحث عن فرص تدريب وفرص عمل لملا في هذه الوكالات القبرى في الجمهورية التركية جميل أنت تتحدث عن بعض من أهداف هذا الملتقى التي تتأمل أن تكونوا بالفعل حققتوها لو تحدثنا بتفصيل أكثر منذ البداية أنت الأهداف اللي سعيتوا بالفعل أنكم يتحققوها من أجل إقامة هذا الملتقى وصحة قبل هذه الأشغال الملتقى كانت قبل شهرين لم تكن وقت كبير جدا في الصراحة ولكن نحن وضعنا أهداف الحمد لله لا نقول أنها تحققت مئة في مئة ولكن تحققت نسبة كبيرة جدا الحمد لله تجتمع في خلال هذه يومين شباب متميزين من عشرين جنسية مختلفة إن شاء الله الهداف الذي سطرناها من ضمنها هي تشكيل رابطة لإعلاميين العرب الشباب وإن شاء الله بعد ستة أشهر سيكون لنا موعد معهم مجددا في مؤتمر الذي سيعقد في مدينة اسطنبول هذه من ضمن الأهداف القبرى وسبحان الله كان جو من تبادل الخبرات وخصوصا أجهل بالذكر والشكر لأساسة ومؤطرين الخبراء من قناة دار الإيمان أستاذ إبراهيم وأستاذ محمد تحية خاصة لهم من هذا المنبر أكيد الأستاذ إبراهيم كوكي والأستاذ أبو الطيب كوكي كانت لهم إضافة جيدة جدا وجميلة جدا خلال هذه اليومين سبحان الله كانت هناك لمسة والشباب كلهم في تغريداتهم وفي الرسائل التي الآن نتوصل بها يشكرونهم ويشكرون كل الطاقة دار الإيمان لما تعلموا منهم وإن الطالب الإعلام عندما يكون يحتك بصاحب الخبراء يقول له فائدة ولكنه تجربة صاحب التجربة ليس كمية غير الذي يكون في ميدان الدراسة والتعليم صحيح جميل يعني أحد أهدافه كما ذكرت هي وجود هذا الاختلاط بين الطالب الناشئ في مجال الإعلام والمهتم أيضا في هذا المجال وبين الشخص الذي دخل غمار هذا الإعلام من سنوات هل فعليا يسعى هذا المؤتمر أو هذا الملتقى لإيجاد حلقة وصل بشكل مستمر بشكل دائم فعليا تربط بين الجهتين نحن الحمد لله خرجنا من العالم الافتراضي إلى العالم الواقع لم كنا خلال شهرين نتحدث فقط في العالم الأزرق وفي العالم الافتراضي وعبر المجموعات ولكن الآن خلال هذه يومين خرجنا إلى الواقع وبنقط عملية عندما نتحدث عن جميع عشرين جنسية مختلفة لغات مختلفة جنسيات وأهداف مختلفة ولكن عندما يكون الهدف نحو إعلام الهدف لأن الإعلام رسالة نؤمن بها وله هدف سامي وبالتالي يكون الحمد لله هناك تلاقح أفكار لا نقول أن في هذه اليومين أن الطالب تعلم شيء ولكن هو تعلم ما معنى أن نتحدث في هدف واحد الذي سطرناه ونحو إعلام الهدف وصعاً ممكن في بناء شبكة علاقات وهي جداً مهمة في هذا المجال صحيح هذا كما رأينا في التقرير يعني هذه الناس الآن على تواصل دائم وهم من سيؤثرون وهم من سيكونون في التحضيرات لهذا المؤتمر إن شاء الله الذي سيكون بعد ستة شهر في مدينة إسطنبول طيب لو تخبرنا أستاذ أيوب من خلال معاصرتك لطلاب الإعلام أكثر المشاكل التي بالفعل حالياً يواجهوها وأنتم تحاولوا قدر الإمكان من خلال هذه الملتقيات والأنشطة الإعلامية أن تحلوها تباعاً صراحة الجامعة أو الفطرة الجامعية لا تعطي شيء للطالب صراحة لأن ما يأخذه من دروس نظرية لا يكفيه في مزاولة العمل في القنوات أو في تغطية إعلامية أو في صناعة برنامج أو المشاب ولكن عندما يكون مثل هذه الملتقيات مثل التداريب والتكاوين والاحتكاك مع خبراء وأكاديمي في المجال أكيد سيكون للطالب إضافة نوعية في حياته وفي مستقبله لما لا وممكن أن تكون هذه العلاقات فيما بعد تربط ما بين واحد مغربي مع واحد سوري مع عراقي مع من بنغلاديش لحمه الله كان هناك خليط والهدف هو واحد في الأخير هل لديكم مثلاً مشاريع مستقبلية في مجال دورات التدريبية دورات العملية جعل هذا الطالب يخوض فعلياً غمار التجربة الحقيقية؟ نحن الذين إن شاء الله مخطط بتنسيق مع مجموعة من القناوات العربية والقناوات التركية فيما الآن تلقينا خبر من وكالة الأناظول أن هذه الأسماء التي شاركت سيكون لها نصيب في تداريب الصيفية التي تكون في مدينة إسطنبول ولا في مدينة أنقرة كذلك ستكون هناك تداريب الآن كما تعرفون قناة التاريتي الإنجليزية تطلب مجموعة من الشباب المتميزين في الإعلام في جميع الإخراج في التقديم في التحرير هناك الحمد لله سنرسل لهم القائمة المشاركين كذلك الذين يشاركوا في المؤتمر وسيكون إن شاء الله هناك تنسيق لأن ضروري من التدريب ضروري من التكوين لكي يكون صحفي أو إعلامي متميز في المستقبل جميل أستاذ أيوب سالم من ملتقى الطلاب الدول الإعلام نحن بالفعل نتمنى لكم التوفيق أكيد دائما مستعدين للتعاون معكم طالما جميعا نحن متفقين على ذات الرسالة وذات البوتقة وهي بوتقة الإعلام الهادف شكرا جزيلا لك وشكرا لجهودكم جميعا الله يخليكم شكرا كذلك شكرا أستاذ أيوب يعطيك ألف عافظ